إذا ما تحدثنا عن هذه الاتفاقية التي عادت الخلافات أو أعادت الخلافات هذا الملف إلى الواجهة مرة أخرى ما هي السيناريوهات المتاحة في هذا الشأن بعد التعليق العراقي وكذلك الإصرار الكويتي وهل رفع المسألة إذا رفعت إلى المحكمة الدولية لقانون البحار هل سيصب الأمر في صالح العراق أم الكويت شكرا جزيلا تحية لكم ولمتابعي القناة ومشاهديها شكرا جزيلا الحقيقة هو السيناريو الأول الأرجح أو هو الصحيح الموضوع داخلي ولا علاقة لقويت بي احتجاجه غير منطقي وغير مقبول الموضوع يتعلق بقضية قانونية قضية أعادت إلى مجلس النواب أو السلطة التشريعية والرقابية أعادت إليهم الملف هنا على مجلس النواب أن يعود مرة ثانية للتصويت على الاتفاقية أو إلغاءها يعاد النظر بيها وترسل إلى الحكومة الحكومة عند ذاك تنظر بالأمر وترى ما هو الحل المناسب بالنسبة للكويت إذا تحدثنا عن احتجاجهم غير مقنع وليس في محلة ولا علاقة لنا بهم ولا علاقة لهم بهذا الموضوع الموضوع شيء داخلي فعلامة هذه الضجة وهذا إلا إذا كانت هناك أمور أخرى نريد أن نتحدث عنهم السيناريو الأفضل هو بعيدا عن المحاكمة الدولية أو المحاكمة الدولية لأن الموضوع مشترك بين بلديا ولازم يوافق العراق العراق غمت حقا العراق فقد كثير من مساحاتها المائية وكذلك أراضي من حق أن ينظر لها مرة ثانية عندما وجد هناك خلل في تصديقها الاتفاقية وعليه نقول حقيقة لا علاقة لنا بالكويت ورجاء الكويت تبقى بعيد عن الموضوع العراقي العراق بعد أن يقرر ويقرر مجلس الوزراء ثم ترسل وزارة الخارجية عند ذاك يسمح للكويت بالتصريحة هي تستقوي هي تدعو أكثر من مرة في أكثر من محفل في الجامعة العربية مجلس التعاون منظمة التعاون الإسلامي مجلس التعاون الخليجي على أساس نحن كلي تنظم بلدان مشتركين في هذه المنظمات ولا يحق للكويت أن تستثيرهم أو تدعوهم إلى المحافظة على حدود الكويت